جعل الله تعالى لكتابه العزيز لكل آية منه ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً صار اجتهاد المؤمنين في رابطتهم بالقرآن أن يطلعوا أو أن يطلعهم الحق تبارك وتعالى على نصيب من أسراره لأن وعي وفهم كلامه في الدنيا هو التهيئ الصحيح والإعداد لكريم كلامه سبحانه وتعالى في العقبة وسماعه في دائرة من يكلمهم الله يوم الجامعة ويزكيهم وينظر إليهم فيكون النصيب من الأنسي في كلامه سبحانه وتعالى لعبده في الآخرة ومن معاني جوده وإكرامه وفضلي عليه متناسباً مع ما كان حاله عليه في الدنيا مع كلامه وكلامه الذي أنزله على أنبيائه عظيم قبير وأعظمه وأجله الذي أنزله على خاتمهم وهو القرآن فلا شيء قط مثل القرآن لا في تطهير الجنان ولا في حيازة العرفان ولا في نيل الرضوان ولا في القرب من الرحمن ولا في الاستعداد للقاء في الآخرة فكان اجتهاد المؤمنين الصادقين في نيل النصيب من فهم هذا الكتاب فهم معنى وإشارته وسره ودلالته ورمزه ومن طوا فيه من الحقائق والعمل بمقتضى ذلك ويقول الحق فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك رجين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فلهم البشارة من الحق جل جلاله وحسن الاستماع والإصغى القرآن ومن خير ما يهيئ الأذن وسماع القلب لسماع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم والنطق بالقرآن وكثرة النطق به كما أنه في عالم الدنيا يحسون أن الذي يكثر تلاوة القرآن ويجيدها أو الذي يحفظه ويكثر تلاوته حتى إذا تقلم مع الناس أو خطب يكون فيه انطلاق ويكون فيه فصاحة فيما يقوله وبضوح هذا في الدنيا كذلك على قدر هذا الاتصال بالقرآن نعمل به يكون طلاقة اللسان في مقابلة الأرواح الطاهرة في مقابلة زين الجيلة ومقابلة الملائكة في البرزخ إذا جاءوا فإذا كان لسانه منطلق بالقرآن فهو منطلق بالإجابة هو منطلق بالخطاب إذا خوطب من قبل الملاء الأعلى وكذلك عند لقاء الرب جل جلاله وتعالى في علاه فجدير بأن يلقن حجته إذا كان لسانه رطبا بالقرآن ومعتادا لتلاوة أناء ليل وأطراف النهار وقال تعالى يطلقنا حق تلوتي وليك ومننا به وإن الذين يطلقنا كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنا بسير نواة يرجونا تجارة لن تبور يوفيهم الله أعمالهم ويزيدهم من فضله وإذن الله يكرمنا بهذا الفضل ويجعلنا نصيب الاتصال بهذا القرآن عند رأينا ترتيب السلف لختم القرآن كل أسبوع واختاروا بكرة الخميس للبركة في البكور والخميس على وجه الخصوص ولكون يوم تعرض فيه الأعمال على الله فالله يربطنا بالقرآن وفرحظنا من القرآن ويجعلنا عشر فصلة بالقرآن الموحى إلى قلبي وصدري وفؤادي سيد الأكوان سيد الأكوان